في رحاب آية قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه في جميع الأحوال الظاهرة والباطنة وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده وينظروا ما لهم وما عليهم فالآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي له أن يتفقدها فإن رأى خيرا ازداد منه وإن رأى زللا أقلع عنه فإن يوم الحساب قريب وما أصدق لهجة من قال فإيك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب فإن رأى زللا أقلع عنه فإن رأى زللا أقلع عنه